انضم إلينا من الرياض سفير جمهورية الصين لدى المملكة ليه واشين سيد لي مرحبا بك معنا في نشرة الرابعة كنتم قد حضرتم الكثير من الفعاليات المحادثات التي تمت على هامش زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الصين إن كانت لديك من معلومات عن الكيفية أو القصة التي تم من خلالها إقرار تدريس مناهج اللغة الصينية أو منهج اللغة الصينية في المملكة العربية السعودية نعم جرت زيارة صاحب سمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وليل عهد نيب رئيس وزراء وزير الدفاع إلى جمهورية الصين الشعبية مؤخرا لمدة يومين فليوم 21 و22 مدة زيارة قصيرة ولكن نتائجها مثمرة وجو في أثناء زيارة بارد ولكن استقبال جانب الصيني لطيف حار فأنا شاركت بشرف في الفعاليات المقامة لأثناء هذه الزيارة وأهمها لقاء رئيس الصيني شي جينبين مع ضيف وكان هناك تبادل لأعراء والملاحظات وتحليل للعضوعة في المنطقة وفي العالم وكذلك تناول العلاقات الثنائية ثم رئيس الصيني فخامة رئيس شي جينبين عزم ضيفه الكريم في مأدوبة عشاء رسمية ثم عمل آخر أيضا مهم جدا لهذه الزيارة هو إنعقاد الدورة الثالثة للجنة مشتركة رفيعة المستوى بين الصين والسعودية هذه اللجنة تم تشكيلها منذ عام 2016 أثناء زيارة رئيس الصيني إلى السعودية فتم اتفاق بين الجانبين على رفع العلاقات بين البلدين إلى شراكة الاستراتيجية الشاملة وكذلك تشكيل لجنة مشتركة رفيعة المستوى بين البلدين فجرت دورتين في السنوات السابقة وأثناء هذه الزيارة عقدت دورة ثالثة للجنة فتكلم الجانبين ممثلا بين وزارات المختلفة لكن فكرة أن تدرس السعودية اللغة الصينية وكذلك في مدارسها الثانوية وفي الجامعات كيف تمت خلال هذه المحادثات؟ يمكن لديك معلومات نعم هذه اللجنة أنا لابد أن أقول قد لعبت دورة مهم في تخطيط وتنسيق العلاقات بين البلدين وأثناء هذه الزيارة تم الاتفاق على عشرات الاتفاقيات وأنت كما ذكرت قبل قليل قد أعلن صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان أثناء المحادثات ولقاوة مع الرئيس الصيني مع المسؤولين الصينيين عن رغبة السعودية أو قرار السعودية في إدراج اللغة الصينية في مناهج التعليمية السعودية فلقي هذا الاقتراح تجاوب إيجابي وكبير من قبل الجانب الصيني لأننا في نظرنا هذا القرار هو في محله وكذلك بعيد النظر وأكيد سيفيد تطور العلاقات بين البلدين لأن الكل يعرف أن اللغة هي جسر مهم لتواصل وتفاهم الشعوب لذلك تدريس اللغة الصينية أكيد سيشجع الناس يشجع الشعبين على تعارف متبادل وأيضا يعزز التفاهم وتعارف وتواصل بين